تخشى الكثير من السيدات الحوامل الصيام في شهر رمضان ذلك خوفا من تعرض صحتها وصحة الجنين للخطر لكن في كثير من الحالات يكون الصيام صحيا للمرأة إذا كانت تتمتع بصحة جيدة إن الحمل في حد ذاته ليس مرضا بل هو حالة فيسيولوجية طبيعية وقد أثبتت معظم الدراسات عدم وجود أثار سلبية للصيام الأم على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكر أو أمراض الكلا أو غير ذلك فإنه يمكنها الصيام مثلها مثل أي سيدة غير حامل وبدون أن يكون هناك أي أزاء على الحمل فالجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم بغض النظر إذا كانت الأم في حالة صيام أم لا فإن كانت الأم صائمة فإن التغذية للجنين سوف تتوفر عن طريق مخازن جسمها فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين ثم تمر عن طريق الدم إلى المشيمة وبسهولة فتؤمن له حاجته الكاملة ونحن نشبه الجنين بالتفيلي أي أنه يتغذى على حساب الآخرين لذلك في حالة الصيام سوف تكون الأم هي الصائمة بينما الجنين لا يصوم والله عز وجل قد ضمن لهذا المخلوق الضعيف رزقه وهو في بطن أمه حتى في الحالات التي هي أشد وأقسى من الصيام مثل حالات مرض الأم الشديد أو في المجاعات والحروب حيث قد لا يتوفر للأم الحامل حاجتها الكافية من الطعام في مثل هذه الظروف فكانت حكمة الله عز وجل أن جعل جسم الأم يبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها ذلك منذ بداية الحمل لتكون مخزون لهذا الجنين عند الحاجة ولهذا فإن الحامل وبشكل فيسيولوجي وطبيعي تكتسب ما مقداره 3 إلى 4 كيلو جرامات إضافية في وزنها هي عبارة عن دهون احتياطية لا عدا قتلها بوزن الجنين أهم النصائح الواجب اتباعها أثناء الصيام في شهر رمضان من الأفضل استشارة الطبيب المختص قبل الصيام لمعرفة ما إذا كانت المرأة قادرة على الصيام أم لا كما يجب أيضا تناول كميات مضاعفة من الفيتامينات والحديد والكالسوم والمكملات الغذائية ذلك لأن جسم المرأة يفقد الكثير من هذا خلال الصيام لكن يجب استشارة الطبيب قبل القيام بذلك كما يجب أيضا تناول المرأة وجبة فطور وسحور صحية بحيث تحتوي على غذاء متوازن ومتنوع كما يجب شرب كميات كافية من السوائل خصوصا المياه بين السحور والإفطار يجب أيضا الخلول إلى النوم والراحة خلال فترة النهار ومراقبة الحمل بشكل جيد وحركة الجنين كما يجب البدء بشرب كوب من اللبن وبعض من التمر على وجبة الإفطار كما يجب الابتعاد عن شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة ويجب أيضا تناول الخضروات والفواكه باستمرار هذا لاحتوائها على الألياف والمياه ودائما ما يجب مراجعة الطبيب في الأوقات المحددة خلال شهر الصيام يجب أيضا الابتعاد عن الحلويات والسكريات ذلك بقدر المستطاع حتى لا تزيد من كمية المياه المحيط بالجنين حيث تكتفي بتناولها مرة أسبوعيا يجب أيضا الابتعاد عن الوجبات الدسمة والدهنية التي تسبب عسر الهضم والتعب وتؤدي إلى زيادة غير مرغوبة في الوزن وهناك بعض الحالات التي يجب فيها عدم صيام المرأة الحامل إذا كان الجنين لا ينمو بشكل طبيعي إذا كانت كمية السائل الأمنيوسي قليلة ويعرف بأنه السائل المحيط بالجنين الذي يقوم بحمايته إذا كانت المرأة الحامل تعاني من مرض السكر وتتناول جرعات من الإنسولين إذا كانت الحامل تعاني من أمراض القلب وتأخذ أدوية خاصة بتخسر الدم ذلك لأن تركيز الدم يحدث مع نقص السوائل مما يؤدي إلى حدوث إصابة بالجلطات وهناك بعض الأعراض التي تصيب الحامل أثناء الصيام حيث عليها الإفطار مباشرة واللجوء لاستشارة الطبيب المختص إن لزم الأمر منها ما يلي الإرهاق والتعب الذي يتمثل بانخفاض الضغط أو ارتفاعه والشعور بالغسيان والتقيؤ وبرودة الأطراف وعدم القدرة على القيام بأي مجهود بدني أو نشاط الشعور بألم في البطن والزهر والذي يتبطب عليها الولادة المبكرة والإجهاض قلة في حركة الجنين خلال نهار الصيام ترجمة نانسي قنقر